فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عامل بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فأراد أن يصلي فمر على مسجد في طريقه صلى فيه والصلاة في المسجد أفضل بلا شك لا لأن هذا المسجد له خاصية كما يظن الخرافيون وإنما لأنه كان في طريقه وقريبا منه صلى الله عليه وسلم فصلى فيه ودعا ربه فهذا فيه أنه يستحب أن يكون الدعاء بعد صلاة صلى فيه يعني نافلة ثم دعا ربه عز وجل بثلاث نعم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ألا يهلك أمتي بالسنة يعني بالجدب وانحباس المطر فأعطاه الله عز وجل لأن الأمة لا ينحبس عنها المطر كلها وإنما قد ينحبس عن جهة دون جهة نعم وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها ألا يهلك أمته بالغرق العام كغرق السيول وغرق الأنهار الماء الجارف كما أهلك فرعون وأهلك بقوم نوح الغرق العام اللي يستأصل الناس لكن قد يحصل الغرق لبعضهم قد يحصل لبعضهم أو لبعض القرى أو لبعض البلاد لكنه لا يعم الناس كلهم نعم وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها أما هذه فلم يجبه الله عز وجل وهي أن لا يجعل بأس الأمة بينهم بل إنه سيقع بينهم كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت هرجولكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض هذه أشد يعني لبسهم شيع يعني فرق ويسفك بعضهم دماء بعض هذه أشد من أن ينزل عليهم عذاب من السماء أو من تحت أرجولهم نعم فالله منعه من هذا لأن الله جعل لأن الله من حكمته أنه يجري الاختلاف بين الناس للامتحان والابتلاء نعم وأيضا العقوبة العقوبات فإن من العقوبات أن الله يعطي أن الله يوقع الخلاف بين الناس ثم يتشاجرون ويتقاتلون عقوبة لهم في مخالفتهم للكتاب نعم وأما لو تمسكوا بالكتاب والسنة لم يحصل اختلاف ولا قتال لكن إذا خاله الكتاب والسنة عاقبهم الله فجعل بأسهم بينهم وفي الحديث وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم هذه سنة الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة والله لا يظلم أحد ترجمة نانسي قنقر